اهلا بكم من جديد اعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة من صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين عن استحواذها على حصة اقلية هامة في مجموعة بريمو وهي شركة اسبانية رائدة ومتخصصة في مجال تصنيع المكونات الكهرومغناطسية وقال محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي لممتلكات انه من المتوقع ان يشهد سوق المكونات الكهرومغناطسية للمركبات نموا يصل الى ستة اضعاف بحلول العام الفين وخمسة وعشرين هذا وتعتبر مجموعة بريمو في موقع يؤهلها من الاستفادة من هذا النمو كما انه يتم السعي وراء خبراتها واعتماد تقنياتها في مجالات عديدة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي هذا ويعزز هذا الاستثمار قاعدة مساهمي مجموعة بريمو الحالية ويدعم خطط بريمو الطموحة في مجال التوسع العالمي بحيث ترغب المجموعة في الاستفادة من مكانتها الرائدة ضمن قطاعات السوق الاستراتيجية ومنها تزويد المركبات الخاصة بالمركبات الكهربائية وتكنولوجيا تتبع الحركة للأسواق النامية الأخرى مثل الواقع المعزز والافتراضي فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته الأسبوعية مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات لالخدمات الاستشارية لإعداد وثائق طرح مناقصة مشروع مترو البحرين بالمرحلة الأولى وتنافس على المناقصة ثماني شركات وتود مزارة المواصلات والاتصالات طرح هذه المناقصة لتوفير خدمات استشارية مالية وفنية وقانونية لإعداد وثائق لمناقصة تصميم وبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مترو البحرين ومن جانب آخر فتح المجلس مناقصة لشركة تطوير البترول لخدمات تحليل إنتاج آبار النفط وتنافس على المناقصة ست شركات بلغ أقل العطاءات المتقدمة للمناقصة ثلاثة فاصل سبع مليون دينار أغلقت برصة البحرين تعاملات جساد الأسبوع الحالي على ارتفاع بعد زيادة المؤشر بنسبة واحد بالمئة تقريبا لتصل إلى مستوى 1468 نقطة كما وارتفع عدد الصفقات هذا الأسبوع إلى 425 بنهاية يوم الخميس المزيد من التفاصيل في التقرير التالي بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة والمدرجة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 31 مليون و318 ألفا وتسعمائة وتسعة وخمسين سهما ووحدة وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة قدرها ثمانية ملايين وسبعمائة وستة وعشرون ألفا ومائتان وثمانون دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال أربعمائة وخمس وعشرين صفقة تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة في حين انخفضت أسعار أسهم خمس شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الخدمات وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات باتلكو ونتابع الآن أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية وقعت شركة هينداي أويل بنك الكورية الجنوبية اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية مدته عشرون عاما لتوريد النفط الخام بحيث ستورد أرامكو إلى هينداي أويل مئة وخمسين ألف برميل يوميا على أساس سنوي ومن المقرر أن تشتري هينداي أويل أيضا مئة ألف برميل يوميا من الخام غير السعودي سنويا من أرامكو للتجارة لمدة عشرين عاما وبحسب الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر فإن الشركة وقعت أربع عشرة اتفاقية مع شركاء كوريين جنوبيين بقيمة تسعة مليارات دولار في إطار استراتيجية بعيدة المدى لنمو أنشطة المنبع والتنوع فقدت بورصة قطر نحو 13.9 مليار ريال قطري في تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي وسط شح في التدولات ترقبا لإعلان نتائج النصف الأول 2019 وتنطلق نهاية الأسبوع المقبل إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج النصف الأول من عام 2019 وسط تخوفات من نتائج مماثلة للربع الأول الذي سجل تراجعات في صاف أرباح الشركات بنسبة 4.1% وأغلقت بورصة قطر تعاملات الأسبوع الجاري أدى قيمة سوقية للشركات المدرجة بلغت 576 مليار ريال قطري نشرتنا مستنرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أرباح علامة نايك الرياضية تصل إلى 108% خلال العام الماضي افتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قمة مجموعة العشرين التي تقام في مدينة أوساكا وهيمنت على الجلسة الافتتاحية التي يحطرها جميع قادة دول المجموعة مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات السياسية التي تشتاح العالم وبالإضافة إلى التغييرات المناخية ومن بين كل اللقاءات الثنائية في القمة سيكون اللقاء دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينك عبارة عن قمة داخل القمة إذ تدور مواجهة بين بيكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم وتهدف القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين الشعوب العالم وفي السياق ذاته قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إنه على الولايات المتحدة أن ترفع فورا العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية لمعدات الاتصالات وذلك في الاجتماع المنتظر بين زعيمي البلدين لبحث مسائل تجارة في قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية وقال المتحدث جاوفينغ إن الصين تعارض ما وصفه بسوء استخدام الولايات المتحدة لقيود الصادرات وتحث واشنطن على العودة إلى مسار التعاون ونتابع الآن أبرز مشارات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية قفزت أرباح شركة نايكي الرياضية بنحو 1.81% خلال العام المالي الماضي كما تجاوزت الإرادات توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي وكشفت نتائج أعمال شركة الأحذية والأدوات الرياضية الأمريكية عن تحقيق أرباح بقيمة 989 مليون دولار في الثلاثة الأشهر المتهية في مايو الماضي يأتي ذلك مع استمرار تطوير نايكي لأعمالها ومنتجاتها والتوسع في المزيد من الأسواق والاستعانة بمشاهير في عالم الرياضة لترويج لهذه المنتجات لعل أبرزها الأحذية الرياضية التي تربط نفسها تلقائيا ترجمة نانسي قنقر شكرا